اشتركوا في القناة كنا اتكلمنا في الحلقة السابقة على الغلاف الجوي وتعريفه والفوايد بتاعته وقلنا ان الغلاف الجوي ده حبارة عن طبقة رقيقة من الغازات طبعا ديها نسب معين تالي هو السبعة والثمانين في المية اللي هو خاص بالنيتروجين وواحد وعشرين في المية اللي خاصين بالأكسجين والواحد في المية الغازات الأخرى اللي هي سانيوكسيدي الكربون والهيليوم والأرجون والإزون وكلمنا عن فوايد الغلاف الجوي وقلنا فيه فايدة أول فايدة ليه اللي هو اساسا بيحمي الأرض من الأشعة اللي فوق البنفسجية واتكلمنا ازاي فيعني جزء اللي فيه أو أني طبقة لبتعمل كده اللي هي موجود فيها طبقة الوزون اللي تكلمنا عليه في الحلقة السابقة ودي موجودة في طبقة مين وقلنا الميزة التانية أو الفايدة التانية من الغلاف الجوي اللي هو الغلاف ده بيساعد في عملية أو بيزبط عملية انتشار ضوء ودرجة الحرارة داخل الكرة الأرضية ودي طبعا في الطبقة الأولى اللي هي طبقة التوبسفير وقلنا الجزء التالي اللي هو بيحافظ أو بيثبت نسبة الأكسجين في الجزء المناسك لسطح الأرض ده برضو هده في الجو وقلنا بيحافظ على الكرة الأرضية من الشوب والنيازك اللي بتحترك في الفضاء الخارجي وقلنا الكلام ده بيتم بثمين في طبقة الميزوسفير اللي هي أعلى درجة برودة فيها اللي بتوصل من 90 إلى 100 درجة مقاوية وقلنا بعد كده في الجزء الأخير اللي هو في الفوائد بتاعة الغلاف الجوي انه هو اللي بيربط أو بيعمل لعملية وسيط انه هو في عملية الإرسال والاستقبال للموجات الكاروماناتيسية وقلنا الكلام ده موجود في طبقة مين السرموسفير في الجزء السفلي فيها اللي بيسمى الايونسفير هنتكلم النهار ده بقى عن الطبقات بتاعة الغلاف الجوي بالتفصيل نتكلم الأول ايه هم الطبقات دي وبعد كده ناخد كل طبقة نتكلم عليها بالتفصيل نعرف أول حاجة ترتبها مكوناتها درجة الحرارة بتاعتها بعدها عن الطبقة التانية سمناها الستراتوسفير الطبقة التالتة سمناها الميزوسفير طبقة الرابعة سمناها سيرموسفير والسيرموسفير دي فيه طبقة بعدها لها إكسوسفير ودي تعتبر الجزء العلوي في طبقة السلموسفير وعشان كده لما تكلمنا في حلقة السابقة قلنا فيها جزء سفلي وجزء علوي طبقة السلموسفير فيها جزء سفلي وجزء علوي الجزء السفلي اللي هو الاينوسفير والجزء العلوي اللي هو الاكسسفير هنتكلم على الطبقات دي بالتفصيل كل طبقة لوحدها ونشوف الخصائص بتاعت كل طبقة فيهم بتقول ايه بالزبط او فايدتها ايه تعال نشوف الطبقات دي بتاعت الغلاف الجول طبقات الغلاف الجوي اول طبقة عنده هي طبقة التروبسفير وده سميناها الطبقة المناخية والكلام ده حنقولن عليه في الحلقة السابقة وخلي بالك بقى معي الطبقة دي بيحصل فيها كل التغيرات اللي هي خاصة بالحالات بالحالة الجوية او الحالة المناخية زي الرياح والامطار والرطوبة وبتبعد عن سطح الارض 15 كيلو متر ركز بقى معايا الطبقة بتاعة التروبسفير هي اول طبقة شوف كلام احنا بنشوفه يعني في الترتيب اهو اول طبقة وبتبعد 15 كيلو متر والخصائص بتاعتها اول حاجة بيحصل فيها التغيرات الجوية يقول لها يبقى دي طبقة مين؟ التروبسفير وبتبعد عن سطح الارض 15 كيلو ناخدهم بالترتيب كده اول طبقة ملسقة لسطح الارض طبقة التروبسفير اللي زي ما قلتاك بتحافظ الطبقة التانية اسمها طبقة مين؟ السطح الارض وبيسموها الطبقة المتطبقة لان فيها مجموعة طبقات والطبقة المتطبقة ديه او طبقة السطراتوسفير فيها طبقة الازون اللي هي بتحافظ على الكرة الارضية من الاشعة المنبعثة من الشمس اللي هي الاشعة الخاصة به الاشعة اللي فوق وبتبعد عن سطح الارض 50 كيلو متر تعال نشوف الطبقة التانية شوف الكلام ده على الشاشة الطبقة الاولى التروبسفير الطبقة التانية طبقة السطراتوسفير وزي ما قلتلك الطبقة دي بتبعد عن سطح الارض 50 كيلو متر وفيها طبقة الازون اللي بتحافظ على الكرة الارضية من الاشعة المنبعثة من الشمس اللي هي اشعة الاشعة لفوق البلابسجية وبيسموها الطبقة المتطبقة يعني هي عبارة عن مجموعة طبقات الطبقة التالتة بتسميها طبقة الميزوسفير وبيسموها الطبقة المتوسطة لان هي بتقع فين؟ بين السطراتوسفير وبين الجزء اللي خاص بالسرموسفير طبقة التالتة دي تركز برضو معايا احنا قلنا درجة الحارة فيها من كام لكام من ناقص 90 لناقص 100 وبيتجمد فيها بخار الماء بيبقى على هيئة سلوج او تلك ده بيعمل ايه؟ بيقاوم الشهب والنيازك اللي بتحترك في الفضاء عشان ما توصلش المين للكرة الارضية وبتبعد عن الكرة الارضية زي ما قلت لك كده عبل كده في الحق السابقة 85 كيلو متر يبقى الطبقة الاولى بتبعد عن الكرة الارضية 15 كيلو متر اللي هي مين؟ طبقة التانية بتبعد خمسين كيلو متر اللي هي الستراتو سفير طبقة التالتة اللي بتكلم عليها دلوقتي اللي هي الميزو سفير بتبعد خمسة بتبعد عن الكرة 85 كيلو متر وزي ما قلت لك حط في دماغ كده وخليك فاكر اني اعلى درجات البرودة في الطبقة دي تعال شوف الطبقة بتاعة الطبقة الرابعة كمان اللي هي طبقة مين؟ السيرمو سفير نشوف كده نرجع للشاشة مرة تانية طبقة السيرمو سفير اللي هي الطبقة الرابعة بص كده دي الطبقة الرابعة بسبب مكان السيرمو سفير الطبقة الحرارية بص كده بقى الجزء الاسفل منها او السفل منها زي ما شفنا قبل كده فيها طبقة الاولى سفير بتاعة الغازات المتقينة طبقة الايه الاولى سفير وحنتكلم عليها بالتفصيل الجزء التأيون ده هنتكلم عليه بالتفصيل لانه هو ده يعني بدرجة كبيرة جدا في عملية الإنسان والاستقبال للموجات الكهرباءات الصغيرة. الطبقة العليا في اسمها الاكسوسفير. يبقى نازم تبقى عارفة الكلام ده كويس قوي. ان السيرموسفير فيها جزء سفل وجزء علوي. على فكرة درجة الحرارة بتبصل في الجزء العلوي ده الى حقاية تقريبا الف ومتين. والطبقة بتاعت السيرموسفير ده بتبعد عن سطح الارض حوالي خمسمية وتسعين كيلومتر. يبقى الطبقة بتاعت التربوسفير بتبعد خمستاشر كيلومتر. طبقة سطرات سفير خمسين كيلومتر. طبقة الميزسفير خمسة وتمانين كيلومتر. وطبقة الطبقة الحرارية. تبعد حوالي خمسمية وتسعين كيلومتر. طيب تعالو شوف Carter هنا. بصك الطبقة دي. طبقة التربوسفير القليا ما هل سايدنا. اللي بيفصل خلي باتك باق Water دول طبقات فوق بعض ركز معاك كويس قوي الطبقات اللي هم بيتكلم عليهم التروبوسفير والستراتوسفير دو كلها طبقات فوق بعض الجزء اللي بيفصل خلي بالك بقى معاها بين كل طبقة وطبقة بنسميه بوز بوز يعني ايه يعني التروبوسفير اول طبقة فقط اخر جزء فيها اللي هيوصلني للستراتوسفير بنسميه تروبو بوز طبع عندي بعد كده طبقة مين الستراتوسفير اخر جزء فيها اللي هيوصلني للميزو سفير بنسميه ستراتوس جزء الفاصل بين كل طبقة والطبقة الجزء الفاصل عندي بعد كده طبقة الميزو سفير اخر جزء فيها واعلى جزء فيها اللي هينقلني للسرموسفير بنسميه الميزو بوز يعني فيه جزء فاصل بين كل طبقة وطبقة تاني وده اللي هنشوفه دلوقتي على الشاشة تركز بقى معايا ونشوف الكلام ده على الشاشة بشوف دلوقتي على الشاشة عندي طبقة مين طبقة التروبوسفير اللي هي الطبقة المناخية بعد كده بيجيني بقى بص تروبوبوز اهو ده اللي هيفصل بين مين ومين تمام بين طبقة التروبوسفير والستراتوسفير اهو دي الطبقة ستراتوشفير اللي هي الطبقة المطبقة تيجي بعد كده عند مين بقى ستراتو بوز اللي حيوصلني المين ليه الميزوشفير اهو الميزوشفير يبقى فيه ميزو بوز اهو يبقى الطبقة دي اهم هي الأجزاء دي بتفسر بين كل طبقة وطبقة وبتتسمى باسم الطبقة اللي قبلها اهو بوز طبقة الالميزوشفير اسمه اميزو بوز طبقة الستراتو شفير بنسميها الستراتو بوز طبقة اللي هي التربو شفير سميناها تربو شفير ويم يبقى بعد كده عند الطبقة مين الحرارية اللي هي السيرموسفير ده بالنسبة للمين ليه الطبقات والجزء اللي بيفصل بين كل طبقة وطبقة هنبتدر يتكلم بقى بص ناخد منخص سريقة كده يوضح لي الخواصل نحن نتكلم عليها بالتفسير أول طبقة عندي بص اهي دي الكرة الأرضية اهي أول طبقة عندي مين تروبوسفير تبقى عن الأرض كم خمستاشر كيلومتر فيها ايه شوف الخواص بتاعتها كلها عشان اتكلم عليها بالتفصيل بيبقى فيها نسبة كبيرة من بخار الماء وتحدث فيها الظواهر الجوية مثل الغيوم والضباب وتقلبات الطاكس والمناخ والضغط الجوي ورطوبة ورياح ودي أقرب طبقة لسطح الأرض هي طبقة مين التروبوسفير الطبقة التانية الستراتوسفير شايفها اهي كل دي ستراتوسفير بتبقى عن الأرض كم خمسين كيلومتر فيها طبقة الأزون أو غاز الأزون اللي هو بين بيحافظ على الأرض غاز الأزون ده بيحافظ على الأرض من الأشعة اللي فوق البنفسجية اهو بيبتدي أكسر أكسر مرة تانية عشان ما تفصلش المين لسطح الأرض وفي طبقة مين الأزون وبنقول أن الجزء اللي خاص بالطبقة الستراتوسفير عفوا بتاخله من الزواهر الجوية الطبقة دي كلها بتاخله منين من الزواهر الجوية هادية جدا للطبقة دي عشان كده بتسمح زي ما قلت لك بيبقى فيه سهولة في حركة الطائرات اهي تمتاز باستقرار الجو لذلك تحلق بها بعض الطائرات ده في مين في طبقة مين اللي يا ستراتوسفير لو جيت بعد كده عندي اشوف الطبقة التالتة اهي وبتبعي عن سطح الأرض خمسة وتمانين كيلو متر وهي طبقة مين الميزوسفير طبقة مين الميزوسفير وخلي بلاك معايا ركز كده هلاقي طبقة الميزوسفير اهي اكثر الطبقات برودة يعني اكثر الطبقات يعني دراجة الحرارة فيها بتوصل لكام بص يعني قلت لك من تسعين من مقس سانين لناقس مية فهنا بيتجمد بخار الماء يتجمد فيها بخار الماء فيتحول إلى سحب سلجية بتأعمل ياه سحب السلجية دي بتقاوم مين ايوة بتقاوم الشهب والنازكة بتحمل أرض من الشهب والنازكة ليه ليه لاني بخار الماء بيتجمد ويتعمل فيها سحب سلجية تعالي بقى نشوف بقى الطبقة الرابعة اللي هي السلموسفير طبعا دي احنا قلنا اعلى درجة حرارة بتبقى فيها بتوصل لحياة الف موتين وبتبعد عن سطح الارض 590 كيلو متر وخلني بالك معي الجزء السوف اللي فيها اهو بيسمى مادة طبقة بتسمى الايون سفير ده اللي هو خاص بمين بالعملات الارسال والاستقبال بتاعت الموجات الراديو اللي هي موجات الكارومات الصين طيب دي موجاتك اعلى درجات الحرارة ودي بعدها على طول الغلاف الجود الخارجي اه اسف بعدها الفضاء الخارجي اكثر الطبقات درجة حرارة الجزء اللي اعجوا فيها اهو اكسوسفير وده اللي بتتحرك فيه كل الاقمار الصناعية اللي موجودة حوالين سطح الارض هنتكلم بقى دلوقتي عن كل واحدة لوحدها من الطبقات دي ونشوف الخواص بتاعتها بس الاول نشوف الاول قادي الجزء الخاص بالطبقات بتاعت الموجات في الجو ويركز بقى معايا اول طبقة عندي اهي طبعا هنا عندي بيبقى اول جزء عندي طبقة التروبوسفير اهي اول طبقة وبعدين طبقة ستراتوسفير وبعدين طبقة الميزوسفير وبعدين طبقة مين بص كده السيرموسفير بص طبقة السيرموسفير اللي هي دي كلها اهي 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 باللون كده اللي هي اللون البرطقاني الفاتح شوية ده اول جزءين هي الجزء السفلي فيها فيها الايون السفير وجزء العلو فيها زي ما قلتلك فيه مين الاكس سفير اول ده بالنسبة للمين ليه طبقات الغلاف الجوي ودي صورة ليه طبقات الغلاف الجوي نشوف جزء تاني يوضح لي اكتر الطبقات اهي طبقات كلها تروبوسفير اهي بتبعد عن سطح الارض كام 15 كيلومتر وشوف ده جهات الحرارة بتعلم ليه بتهلقها تعالي شوف بقى هنا الطبقة التانية اللي هي بتبع ستراتوسفير 50 كيلومتر وبعدين الطبقة التالتة اللي هي الميزوسفير بتبعد 85 كيلومتر وبعدين الطبقة اللي هي سلموسفير بتبعي خمسمائة وتسعين كيلو متر وزي ما قلتك الجزء العلو فيها اسمه اوكسسفير والجزء السفلي فيها اسمه الايونسفير ودرجة الحرب بتوصل لناقص مية يعني احنا قولنا من ناقص تسعين لناقص مية اعلى درجة برودة ما تيقوم بفئة موجودة في الطبقة بتاعة الميزوسفير تعال نشوف هنا برضو نفس الكلام اهو كل الكرة الارضية هي والتروبوسفير والجزء الخاص بالعملية الرعد والسحب والتغيرات الجوية وتبعت 15 كيلو وبعدين السيطراتوسفير وتبعت 50 كيلو وفيها طبقة الازونة هي وبعدين الميزوسفير ودي فيها طبعا اقل درجة حرارة وهنا عندي الايونسفير اللي هي في جزء السفلي من السيرموسفير اهو سيرموسفير جزء السفلي اسمه الايونسفير والجزء العلوي اسمه الاكسسفير والاكسسفير ده بيبعت 300 كيلو متر تلاف كيلو متر عن سطح الارض تعال نشوف بقى اول طبقة عندي طبقة مين طبقة التروبوسفير خلي بقاك بقى معايا زي ما احنا قلنا طبقة التروبوسفير فيها اول طبقة ترتبها اول طبقة او الطبقة الاولى لبعد سطح الارض او اقرب طبقة سطح الارض هي طبقة تروبوسفير ونحن لسه عينيين بتيبت قديعا عن سطح الارض اللي هي 15 كيلو متر وبيحصل فيها التغيرات الجوية كلها من رياح وانطار وكلام لنده ونشوف بقى الخواص بتاعتها نتكلم على كل طبقة من الطبقات نتكلم في ايه زي ما قلت لك ترتبها بالنسبة للارض مكوناتها تبقى ايه درجة الحرار بتاعتها ضغط الجو بتاعها بالتفصيل هنتكلم عن كل حاجة او كل طبقة لوحدة تعال نبدأ الاول بالطبقة الاولى طبقة التروبوسفير وحنتكلم عن ايه بقى طبقة التروبوسفير اللي يابع نسميها طبقة المناخية ليه عشان فيها التغيرات المناخية تعال نشوف كده اول حاجة عني طبقة التروبوسفير زي ما انا شايف كده هي الطبقة الاولى يعني هي الطبقة الاولى اقرب طبقة سطح الارض من غرف الجو هي مين التروبوسفير ودي الطبقة الاولى من طبقات ومعناها الطبقة المضطربة عشان كده يسمى التروبوسفير وذلك لحدوث التغيرات الجوية بها وتعد طبقة التروبوسفير الطبقة الفعالة في التغيرات المناخ ويطلق عليها الطبقة المناخية لحدوث جميع الزواهر الجوية كالضباب والغيوم والامطار والعواصف الرعدية والعواصف الرمية كل دول بيأصروا في طبقة مين؟ في طبقة التروبوسفير ورطوبة بنكمل بايتك الزواهر الجوية بتحصل فيها يعني والرطوبة والرياح والضغط الجوي وهذه الطبقة مسؤولة عن تنظيم درجة حرارة سطح الارض فكلين الفوائد ادي اول حاجة يبقى الطبقة دي مسؤولة عن تنظيم درجة حرارة سطح الارض التشويش في الناتج عن الزواهر الجوية في هذه الطبقة يؤدي الى التشويش على معظم انظمة الارسال يعني اي تشويش بيبقى موجود فعلا على اجهزة من الارسال في هذه الطبقة البعد عن سطح الارض او البعد عن الارض احنا قلنا تبعد 15 كم وتمتد من سطح البحر الى ارتفاع 15 كم تقريبا التركيب تركيب طبقة نفسها بتحتوي هذه الطبقة على خمسة وسبلين في المية من كتة الغلاف الجوي وتحتوي على تسعة وتسعين في المية من بخار الماء بتاع الغلاف الجوي نشوف بعد كده الضغط الجوي الضغط الجوي بيقل الضغط الجوي في طبقة التروب سبيد بالارتفاع الى اعلى يعني كل ما نطلع فوق الضغط الجوي بيقل حتى يصل عند نهاية الطبقة الى 100 ميلي بار يبقى كده خلي بالك الطبقة بتاعة التروب سفير كل ما نبتدي نعلى فيها كل ما تضغط الجوي بيقل كل ما تضغط الجوي بيقل نشوف كده عندي حركة الهواء يتحرك الهواء في طبقة التروب سفير بشكل رأسي يعني يتحرك رأسيا حيث تتساعد التيارات الهوائية الساخنة الى اعلى وتهبط التيارات الباردة الى اسفر دي حركة الهواء إنها حركة الهواء في الطبقة التانية اللي هنتكلم عليها اللي هي استروب سفير اللي هي افقية شوفوا حركة الهواء هنا ايه؟ رأسي درجة الحرارة تنخفت درجة حرارة طبقة التروب سفير بارتفاع الى اعلى بمعدل ستة ونص درجة مقوية لكل واحد كيلو يركز بقى معاي في الطبقة بتاعت التروب سفير كل ما نطلع لفوق زي ما قلت لك لسه من شوية كل ما تضغط الجو بيقل وكل ما بنطلع فوق درجة الحرارة بتقل لحد ما توصل لماء الستين لماء الستين وكل كيلو بطلعه لفوق بتقل درجة الحرارة قد ايه؟ ستة ونص ده ده مين؟ ده تصاعد بتاع درجة الحرارة فين؟ داخل طبقة مين؟ التروب سفير يبقى عارفت ان اول حاجة اتجاه الهوى فيها رأسي والضغط الجو بيقل لكل ما ارتفع وفي نفس الوقت درجة الحرارة بتقل خفض كل ما ارتفع بمعدل واحد كيلو بتقل ستة ونص درجة لحد لما بنوصل في نهاية الطبقة الى ناقص ستين ناقص ايه؟ ستين خلي بقى دي ناقص ستين دي نهاية الطبقة بتاعت التروب سفير تعا نشوف بقى الكلام ده ده فيه الجزء الخاص بدرجة الحرارة وبعدنا كل ما نطلع فوق اللي حيتم فيه درجة الحرارة واحنا قلنا هي بتقل بمعدل ستة ونص درجة لكل كيلو متر نشوف الكلام ده عشر تنخفض درجة حرارة طبقة التروب سفير زي ما قلت لك هو بالارتفاع الى اعلى بمعدل ستة ونص درجة مقوية لكل كيلو حتى تصل الى ناقص ستين درجة مقوية عند التروبو مين؟ التروبوز التروبوز ده اخر جزء في مين؟ في التروبو فيه؟ التروبو سفير يعني قلنا الجزء ده اللي المناسق للتروبو سفير في الأعلى عشان يوصل للمين؟ للستروبو سفير يعني درجة الحرارة بتاعة التروبوز ناقص ستين درجة تعالى نشوف فقا الطبقة التانية اللي هي هي الستروبو سفير يبقى ده اخر جزء اخر درجة الحرارة بتاعت مين؟ ايوة بتاعت الجزء ده تعال اول نشوف ملخص ليه التروبسفير قبل ما نخش في السيطراتوسفير ملخص سريع كده وسهل جدا ويعني بسيط جدا بيفهمني كل اللي احنا قلناه في التروبسفير واحد دي طبقة التروبسفير اهي اول طبقة المعنى بتسمى الطبقة المضطربة عشان كده اللي قلناه طبقة المناخية الاهمية بتاعتها تحدث بها كافة الزواهر الجوية وبعدين مسؤولة عن تنظيم درجة حرارة الارض ليه لان فيها تسعة وتسعين في الماء من بخار الماء بتاع الهواء في الجو كله الضغط الجوي بيقل كله بنرتفع زي ما قلتلك كده وفي نفس الوقت حرارة الهواء بتحركها رأسي ودرجة الحرارة فيها بتنخفض بالارتفاع بمعدل ستة ونص درجة لكل كيلو متر تعال بص كده دي الكرة الارضية هاي اه دي ده الضغط الجوي بيقل كل ما بنطلع شوف كال الف هنا هنا وصل لكام لمية ميلي بار درجة الحرارة هاي كل ما بنرتفع واحد كيلو كل ما بتقل درجة الحرارة لحد ما بوصل لإذناء الستين درجة مقوية عند التروبوبوز اللي هو اهو التروبوبوز اللي هو آخر جزءة مين في التروبوسفير وزي ما قلتلك كل موجودة هنا التغيرات الجوية كلها التغيرات الباردة والتغيرات السحية ده المنخص بتعميل بتاع الطبقة الأولى اللي هي طبقة التروبوسفير تعالوا شوف فقا الجزء بتاع الطبقة التانية الستراتوسفير الستراتوسفير في الترتيب هي بعد التروبوسفير اللي هو آخر بعد بعد آخر جزء في التروبوسفير اللي هو التروبوبوز تبدأ بقا هلي كده من الستراتوسفير وزي ما احنا قلنا بتسميها الطبقة المتطبقة وفيها جزء بخاص بطبقة الأزون وبتبعد خمسين كيلو متر عن سطح الأرض وطبقة الأزون دي زي ما احنا قلنا هي المسؤولة عن الحفاظ على الكرة الأرضية من الأشعة المنبعثة من الشمس اللي فيها الأشعة الفوق البنفس الدين يعني لو ما فيش طبقة الأزون دي كانت وصلت في الأشعة الفوق بنفس الدين طبقة الأرض وكانت طبعا تسبب مشاكل تعال بقى نشوف برضو زي ما اتكلمنا على طبقة التروبوسفير اللي هي أول طبقة بالتفصيل دراجة الحرارة وبعدها عن سطح الأرض والضغط الجوي والتجاه الرياح تعال نشوف برضو الخصائص بتاعة التروبوسفير اللي هي الطبقة التانية في الغلاب الجوي طبقة السيطراتوسفير أول طبعا دي الطبقة التانية الترتيب بتاعها الطبقة التانية وموجودة بين مين بين التروبوسفير اللي هو الجزء الخاص ب مين اللي هو جاي من آخر جزء اللي هو من التروبوسفير اللي هو التروبوبوس يعني آخر جزء في الطبقة الأولينية والطبقة التالتة اللي هي الميزوسفير عشان كياه بيسموها الطبقة المتوسطة الطبقة المتوسطة دي مين اللي هي السيطراتوسفير يبقى الطبقة التانية وتقع بين التروبوسفير اللي هي الطبقة الأولى والميزوسفير اللي هي الطبقة التالتة معناها الطبقة المتطبقة لاح توقع على عدة طبقات داخلية. منها ودي مهمة جدا طبقة مين? الاوزون او طبقة الغلاف الاوزوني. وهذه الطبقة تتميز بالاستقرار. اللي هي طبقة مين? الاستراتوسفير. ما فيهاش اي تغيرات جوية. لسبوط درجة الحرارة والضغط الجو فيها. الاثنين سبتين. كما ينعدم بخار الماء. ما فيهاش بخار الماء خالص. ولهذه الاسباب تعد هذه الطبقة زاد تأثير ضعيف على الموجات اللاسلكية. يعني تأثيرها ما بيبقاش قوي جدا على الموجات اللاسلكية. تعال شوف هنا بقى. البعد عن الارض احنا قلنا خمسين كيلو متر. تقع فوق طبقة اوان فوق طبقة التروبسفير وتمتد الارتفاع خمسين كيلو متر تقريبا من سطح الارض. الضغط الجوي بتاعها بيارضوا بيقل آآ كل ما ارتفع لأعلى. آآ يقل للضغط الجوي في طبقة سطح الارتفاع الى اعلى. حتى نصل عند نهاية الطبقة الى قد ايه? الى واحد ميلي بار. من الضغط الجوي الموتان. تعال نشوف فيها. حركة الهواء بتاعتها. دي بتبقى حركة الهواء بتبقى افقية. عشان كده بتساعد في عملية سير الطائرات. يتحرك في الجزء السفلي. الهواء في الجزء السفلي من سطح الارتفاع بشكل افقي. لزانك تكون هذه المنطقة مناسبة لتحليق مين? الطائرات. درجة الحرارة بتاعتها. تثبت درجة الحرارة. احنا قولنا درجة الحرارة بتاعتها سابتة. وضغط الجوي بتاعتها سابت. تزبت درجة او تسبب درجة الحرارة طبقة السطح الارتفاع في الجزء السفلي عند ناقص ستين درجة. عند ناقص مين? ستين درجة مقوية. وتزداد تدريجيا بالارتفاع حتى نصل في نهاية الطبقة الى اللي هي عند الستراتو بوز. اللي هي اخر جزء مين? في ستراتو سفير. اخر جزء فيها بنوصل لدرجة الحرارة. بنوصل لدرجة مين? سفر في درجة الحرارة. طبقة الازون. طبقة الازون هي الطبقة اللي موجودة داخل طبقة الستراتو سفير. ودي احنا قلنا هي اللي بتحمي القرى الارضية من الاشعة الفوق البنفسجية المنبعسة من مين? من الشمس. الطبقة دي موجودة فين? موجودة داخل طبقة الستراتو سفير بنسميه غلاف الايزوني. عشان كده بنسمع السقب اللي حصل في الغلاف في السقب الايزون ده او السقب ده حصل في مين? في الغلاف الايزوني اللي موجود داخل طبقة الستراتو سفير. هنتكلم على الغلاف الإزوني والطبقة اللي هي خاصة اللي هي طبقة الإزون اللي هي موجودة داخل طبقة ستراتوسفير إن شاء الله نتكلم عليها بالتفصيل في الحلقة المقبلة بكده يبقى وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم نشكر لكم حسن الاستماع والمشاهدة وإلى أن نرقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة